السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم رح نشوف الآن مجموعة واسعة ومتنوية عن أهم الأشياء اللعب الدور في ألمانيا رح نبدأ من موضوع رئيس وزراء مقاطعة بايانس سيد ماكوز زودا يلي قرر الآن وخيل أولى يعني بشكل واضح وصريح قرر بشكل انفرادي أن يتجه للقاح الروسي عمليا قام بتوقيع يعني مثل فتراك يعني على عقد مسبق للحصول على 2.5 مليون جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك 5 يلي سيتم إنتاجه على ما يبدو في مقاطعة بايان أيضا كذلك ومنذ الآن قام بتوقيع هذه العقود للحصول على هذه الجرعات علما أن اللقاح الروسي لحد الآن لم يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية وعلى ما يبدو هو نوع من التحضير ريس ما يتم ربما صدور هكذا قرار من قبل هذه الوكالة وعندها ستكون مقاطعة بايان وماكو زودا هو البطل الذي قام قبل ذلك بتأمين عدد كبير من الجرعات وبشكل انفرادي هذه المرة بعيدا عن الاتفاقيات الأوروبية لكن خلينا نشوف شو رأي الألمان بهذا اللقاح تحديدا في ألمانيا حسب استطلاع للرأي لليوغوف يلي تم نشره في الحندلس بلات أيضا هذه مجلة ألمانية يقول هذا الاستطلاع للرأي أن 55% من الناس في ألمانيا منفتح على اللقاح الروسي يعني من حيث المبدأ لا يعارض تلقي هذا اللقاح ولكن 19% من الذين تم استطلاع رأيهم هن ضد أخذ هذا اللقاح و14% لم يقرر بعد يعني لم يعطي رأيه النهائي إن كان سيأخذ هذا اللقاح الروسي أم لا و12% من الناس اللي تم استطلاع رأيهم هن من حيث المبدأ ضد أخذ اللقاح مطلقا يعني أي نوع من أنواع اللقاح ليس الروسي تحديدا وإنما أي نوع آخر وبذلك يتم اعتبار أن هناك أغلبية إلى حد ما ترغب بأخذ اللقاح الروسي في ألمانيا وبعد مقاطعة بايان الآن اتجهت مقاطعة أخرى على نفس المبدأ هي مقاطعة ميكلنبوك فوربامان وقامت الآن بالتجهيز لعقود للحصول على مليون جرعة لهذه المقاطعة فقط إذن بدأنا نشهد أيضا أن المقاطعة بحد ذاتها بدأت تهرول للحصول على عقود لتلقي يعني كميات محدودة أو معينة من جرعات اللقاح الروسي بغض النظر عن كل الاتفاقيات المركزية التي ترتبط بها ألمانيا مع دول الاتحاد الأوروبي أو بشكل مركزي من بروكسل ولكن خلينا نلقي الضوء الآن على هذا الموضوع من وجهة نظر مختلفة في السلوباكاي في هذه الدولة الوكالة الأدوية أو الوكالة المسؤولة عن ترخيص اللقاحات والأدوية اللي هي الـ SUKL وفي تقرير لها أعلنت أن الجرعات التي حصلت عليها من هذا اللقاح الروسي سبوتنيك 5 لا يطابق تماما ما تم يعني مع اللقاح نفسه اللي تم الإعلان عنه أو نشر معلومات عنه في مجلة اللانسيت كذلك أنه لا يوجد تطابق بالمواصفات بين اللقاح الأصلي والمعلومات التي نشرت عنهم وبين الجرعات اللي وصلت في الحياة بعدين يعني أيضا إلى السلوباكاي حوالي 200 ألف جرعة أنه ليس نفس اللقاح يعني لا يوجد تطابق في المواصفات على ما يبدو حسب طبعا الآن هذه الوكالة في السلوباكاي والآن رح ننتقل للقاح آخر هو لقاح شركة أستغازينيكا وتوارد معلومات جديدة عن هذا الموضوع من حيث المبدأ منعرف أنه العديد من الدول الأوروبية أوقفت استعماله أو حتى غيرت النصائح بطريقة استعماله الآن في ألمانيا بنعرف كل شيء تحت سن الستين لا ينصح باستعماله ولكن لمن يريد مع ذلك أخذ هذا اللقاح على مسؤولياته الشخصية فهذا ممكن بالطبع ولكن الآن تم وضع حجر الأساس تحديدا من شركة فاماونتنين من إيديتيب بيولوجيكا في مدينة ديساو غسلوا في ألمانيا حجر الأساس لبناء معمل أو خطوط إنتاج جديدة لإنتاج لقاح أستغازينيكا في ألمانيا وستبدأ هذه الشركة بالإنتاج في عام 2023 فماذا يمكن الآن الاستقلاص من هذه المعلومة؟ أولا أنه على ما يبدو أن موضوع التطعيم ضد هذا الوباء سيستمر لسنوات وسنوات وإلا لما تم إنفاق هذه الملايين على خطوط الإنتاج وبناء أيضا شركات ومعامل جديدة لإنتاج هذا اللقاح والنقطة الثانية هي الآن لماذا لقاح شركة أستغازينيكا تحديدا رغم نوعا ما الجدل اللي حصل حول هذا اللقاح هذا ما تم التعامل معه في ألمانيا في إسبانيا اليوم أيضا أعلنوا عن إيقاف استعمال هذا اللقاح لمن هو تحت سن الستين في بريطانيا بدأوا أيضا يتحركون والآن تغير الوضع في بريطانيا وحتى في بريطانيا تحت سن الثلاثين لا ينصح الآن بإعطائهم لقاح شركة أستغازينيكا علما أن وكالة الأدوية الأوروبية مرة أخرى الأي أم أ متمسكة بأن هذا اللقاح آمن وفعال كاللوتباخ الخبير الصحي لحزب الاس بي دي اللي بشكل دائم نسمع أراه حول هذا الموضوع وعضو البرلمان الألماني عن حزب الاس بي دي عمل الآن لمدة يوم كامل في مركز للقاح في مدينة ليفاكوزن في مقاطعة نوتغان بستفالن وفي نهاية الدوام أيضا تلقى هو بنفسه شخصيا هذا اللقاح على مرأة ومسمع الجميع ونشر ذلك على التويتر مع الصورة طبعا وعمر الألمان أنه عمره 59 سنة ولكن نحن نعرف الآن حتى لمن هو أصغر سنا لمن يرغب يستطيع أخذ هذا اللقاح وهو تلقى هذا اللقاح ليعلن أو ليظهر مرة أخرى شخصية مشهورة أن هذا اللقاح آمن وفعال والحالات اللي اسمعنا عنها هي رغم كل شيء حالات نادرة جدا قياسا بالعدد الكلي للناس اللي طبعا ما ظهرت عندهم هذه الخسارات الدموية اللي نسمع عنها بشكل دائم الآن حصل نوع من الاختلاف بالرأي حول موضوع اللقاحات في ألمانيا تحديدا أسترازينيكا لحتى نظل في هذا الموضوع رئيس اللجنة الدائمة لللقاحات طبعا اشتنقى إنف كوميسيون السيد ميتنز دافع عن وجهة نظره ووجهة أيضا هذه الجهة أو هذا المعهد المسؤول عن سلامة وأمن اللقاحات في ألمانيا وعن قرارهم بأن يتم إيقاف استعمال أسترازينيكا لمن هو تحت سن الستين إذن هذا الموضوع دافع عنه وعن موضوع آخر هو أن الجرعة الثانية يعني لمن تلقى الجرعة الأولى من أسترازينيكا ولم يتلقى الجرعة الثانية بعد أن يتم إعطائه جرعة ثانية من لقاح آخر هو إما مودانا وإما بايونتك فايزر ولكن هذه الوجهة النظر تحديدا عبتم انتقادها من قبل بعض العلماء منهم مثلا كاللوتاباخ نفسه يلي قال أنه لقاح آمل مفروض كان يستمرار إعطائه يعني الجرعة الثانية كذلك أسترازينيكا وحتى هندريك شتيك الآن كمان العالم الشهير أعلن أنه كان يجب الانتظار ورؤية ما إذا كان هناك يعني يوجد دراسات تثبت الآن إن كان الخلط بين اللقاحات هو شيء جيد أم لا إذا نعبتم انتقاد أيضا رئيس اللجنة الدائمة لللقاحات في ألمانيا حول هذه النقطة ولكنه دافع عن رأيه وقال أن هذا القرار كان صح أي إيقاف استعمال لقاح أسترازينيكا والجرعة الثانية منه وبدل ذلك الاتجاه إلى لقاح آخر لكن إذا نظرنا إلى الكأس خلينا ننظر الآن إلى الجزء المليء منه وعلى لسان وزير الصحة الألماني أيضا يين شبان الآن على تويتر أعلن أنه تم التطعيم في ألمانيا أعلى نسبة منذ بدء حملة التطعيم في ألمانيا خلال يوم واحد خلال يوم واحد تم تطعيم البارحة طبعا ستمية وستة وخمسين ألف شخص في ألمانيا أكثر من نصف مليون وهذا رقم كبير جدا وأيضا للفضل يعود ذلك أيضا للعيادات الطبية كأول رقم قياسي في ألمانيا تم تسجيله خلال يوم واحد فقط وأعلن أنه حتى صباح هذا اليوم فإن 13.8% من الناس في ألمانيا من الشعب الألماني تلقت جرعة الأولى من اللقاح وهو ما يعادل 11.5 مليون شخص وعدد سكان ألمانيا تقريبا 83 مليون نعرف إذن 11.5 مليون الآن تلقى على الأقر جرعة واحدة علما أن 4.7 مليون يعني 5.7% أيضا تلقى الآن الجرعتين وحصل الآن على حماية كاملة أيضا الخبر السار هو أنه بدأت هناك تتحرك الأمور باتجاه تطعيم أيضا اللاجئين في دور ونزل اللاجئين في ألمانيا بشكل خاص الفلشلينجس هامل الفلشلينجس انتا كنفت الأيست أوفنامه أين ريشتهم كمان خاصة المراكز الأولى للاستقبال يلي عادة بيكونوا اللاجئين ملزمين يبقوا فيها فترة محددة 18 شهر وبناء أيضا على توصيات وضغط أيضا من منظمة بخو أزول في ألمانيا التي طالبت بشكل عام أيضا بحل هذه الأيست أوفنامه أين ريشتهم والأزول أنتا كنفت لأن الناس بيكونوا متجمعين فيها بأعداد كبيرة على مساحات ضيقة وفي ظل هذا الوباء أكثر شيء يتم الدعوة إليه هو التباعد بينما هنين موجودين نعرف يعني على مساحات صغيرة عادة عائلة كاملة بغرفة ممكن تكون فمنعرف أن الأزول أنتا كنفت عادة بيكونوا عدد كبير من الناس على مساحة صغيرة وغالبا صعب يعني تحقيق التباعد وهالأشياء فلذلك دعوا من حيث المبدأ يعني في ظل هذا الوباء إلى إلغاء هذه المراكز أيضا للإيواء اللاجئين ولكن من حيث المبدأ اللاجئين هؤلاء موجودين على المجموع الثاني وإن كان ترتيبا في الرقم 17 وبالتالي أيضا لهم أولوية كبيرة بالتلقي التطايم وهناك أيضا حملة واسعة الآن أيضا لتطايم هذه الفئة من الناس كونهم موجودين على مسافة قصيرة وضيقة قريبين من بعضهم فلهم الأولوية أيضا بالحصول على اللقاح في ألمانيا ننتقل الآن للخطة السرية التي على ما يبدو تقوم المستشارة الألمانية بالتجهيز والطبخ لها بكل هدوء وهو ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الآن بشكل واسع ولكن ما هذه الخطة بالتحديد؟ الخطة هي أن نعرف نحن الآن أنها تؤيد الآن أيضا رئيس وزراء مقاطعة نورد غينفستفال أمين لاشت فيما يقال أو ما سمي الآن في الإعلام بالبروتن لوكداون يعني الإغلاق الذي يشكل جسر للمرحلة القادمة الهدف هو على ما يبدو إغلاق قاسي سريع قصير فعال لضغط وكسر الموجة الثالثة ولكن كيف سيتم ذلك؟ سيتم ذلك على ما يبدو أن المستشارة تعمل على موضوع تعديل قانون الإنفكسيون شوزكزيتس في ألمانيا علم أنه تم تعديله قبل فترة ولكن أن يتم تعديله مرة أخرى بحيث يعطي صلاحيات أكبر للحكومة المركزية تستطيع من خلال فرط قوانين على الأقل موحدة ومشتركة لكل المقاطعات في ألمانيا بدل ما نشوف كل المقاطعة الآن تحط قوانين خاصة فيها بل كل مدينة وكل بلدة يعني قوانين مختلفة ولكن هذا الموضوع من قبل المستشارع بتم الآن العمل عليه بهدوء على ما يبدو ولكن حتى نكون موضوعيين هذا الموضوع عادة يحتاج إلى تعديل القانون وتعديل القانون يجب أن يوافق عليه البرلمان الألماني أولا ثم مجلس الولايات ثم يصبح قانونا نافزا فهل لدينا كل هذا الوقت حتى يتم كسر الموجة الثالثة؟ علم أنه لأجتماع القادم للمستشارة ورؤساء وزراء المقاطعات مفروض أن يكون يوم الأسنين القادم والآن رح نأخذ مجموعة مهمة من الأنباء بشكل سريع أيضا لسكان مدينة أوسنبغوك في مقاطعة نيدا زاكسن الآن تم إلغاء حظر التجول الليلي والسبب تم الإعلان عنه هو تراجع عدد الحالات هكذا تم نقل المعلومة وبالتالي حظر التجول تم فرضه لعدة أيام فقط الأهم من ذلك منعرف أنه البارحة وبقرار من المحكمة الإدارية العليا في لونوبوك في مقاطعة نيدا زاكسن التي ألغت الآن بشكل فوري البارحة حظر التجول الليلي في منطقة هنوفا عاصمة مقاطعة نيدا زاكسن ولكن الخمسة أيام الأولى يعني هو الحجر أو حظر التجول الليلي تم فرضه لعدة خمسة أيام وبعدها تم إلغاءه من قبل المحكمة طيب الناس اللي تخالفوا بهالوقت بسبب عدم التزام بحظر التجول الليلي خرجوا وتخالفوا من قبل الشرطة الألمانية الآن لن يتم مطالباتهم بهذه المقالبة وإعفاؤهم منها باعتبار الموضوع كله فشل وحظر التجول الليلي فشل وتم إلغاءه بعد خمسة أيام وكل الناس اللي تخالفت رح يتم يعني لن يتم مطالباتها بهذه المخالفة في الخبر الأخير نعرف نوع بيتم نصح بألمانيا بالتزام بالأحاغيقل والأل يعني الأبشتند الهيجينة الماسك طبعا وعنا كمان اللوفتون كمان فموضوع غسل اليدين تحديدا اللي تم مطالبة الناس فيه بشكل واسع وتسكيرهم به أيضا ليو غسل اليدين على الأقل لمدة 30 ثانية بالصابون طبعا لما بنرجع مثلا للبيت أو بنمسك أشياء برا كلنا نحن ملتزمين بهذه الأشياء حتى يعني أنا أشوفوا إيدي كمان هوني كلهم يعني مجروحين وبالتالي عملية غسل اليدين بشكل دائم بيؤدي إلى وحسوه حدوث يعني حساسية للجلد على ما يبدو زادة عدد الحالات لما تروح عند الأطباء وبالتالي الآن تم النصح بالاستعادة عن غسل اليدين إلى حد ما أيضا بالتعقيم فنحن ممكن نعقم إيدين أيضا بالمعاقمات يعني المشهورة مثلا أنا شخصيا بستعمل فيغوغاد وبالتالي أيضا هي بتساعد بدل من غسل اليدين كل مرة طبعا بتسبب حساسية للجلد والجلد بينشف شكل يعني كتير كبير أيضا هذا يمكن تطبيقه أيضا كعامل مساعد وهيك بكون حاولتك بشكل سريع وفعال أعطيكم أهم الأشياء وأهم الأحداث والأهم المواضيع اللي يتم نقاشها في ألمانيا لنأخذ فكرة واسعة وشاملة عن أهم الأشياء أتمنى أكون أفدكم خلال المعلومات دمتم جميعا خير وصحة وسعادة وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته